اتعودنا من نظام السيسي من ساعة مناطف خلقتنا على قرار اقتصادي كل أسبوع تقريبا بيقلب بطن المواطن ويقلب حياته ومن هنا ظهر مصطلح الصب في المصلحة بتاع كل ليلة الجمعة ده السيسي تقريبا لأنا اتدلعنا وخدنا على المرقعة ده فقرر ينهي زمن الدلع ده ورح قبطنا القرار المتين اللي جايب في ديل ومجموعة قرارات حتة واحدة في الليلة واحدة طبعا بنتكلم عن رفع سعر العيش المتاع ايه نوع الخزوق الجديد اللي جايبه معاك قرار ده وازاي هو بداية النهاية للمخلوق اللي اسمه مواطن مصري ما هيبيني نشوف من كام يوم السيسي كالعادة افتدح مشروعات ملهاش اي امارة في الجنوب الوادي اللي هو اقتوش كالصعيد يعني والافتتاح ده كان فيديو كونفرنس والسيسي ماسك الحديدة وهاتا كدهش بس كان غريب في الافتتاح ده انه تكلم كتير عن رغيف العيش وازاي هو غالي وبيكلف الدولة جنيه وربع وبالتالي كل انتاج العيش المدعم في السنة بيكلف الدولة 130 مليار جنيه الريف ده ابو خمسة ساقدة 8 جنيه وربع بيكلفني 130 مليار جنيه ده عام طبعا الكلام ده بلح لان 130 مليار دول هم اجمالي تكلفة كل السلع التموينية بينما في موازنة السنة المالية الحالية تكلفة دعم الخبز 98 مليار جنيه بس السيسي في الكلمة عمل قفازات غريبة في الكلام وقال لك احنا لو خلنا الرغيف بتلاتة جنيه في ناسها تشتري بس غالبية الشعب مش هيضة بالتالي احنا لازم نرعي الغلاب لكن طبعا ممكن نهارد الرغيف ده لو بتلاتة جنيه واربعة جنيه وخمسة جنيه في ناس تقدر تشتري بس كل ناس تقدر تشتري مش كل ناس تقدر تشتري كده فلازم يكون متفاهمين لان الدولة في النهاية موازنة هي اعتقدها المالية كده الحقيقة الواحد كان فاكر ان ده كلام عادي من اللي سيسي بيقوله دايما من باب انه بيعيرنا بحنيته علينا وانه لسه معباش الهوى في ازايز وبقى يبقى عهولنا لكن اتضح ان المرة دي الكلام مختلف وانه سيسي كان بيماهد للقرار اللي منتأجل في مصر من 36 سنة تقريبا وهو رفع سعر رغيف العيش المدعى موضوع رغيف العيش في مصر كان زي الخط الاحمر اللي بيخلي اي رئيس او حكومة يفكروا مليون مرة قبل ما يقربوا منه فخرجت مظاهرات كبيرة سماها هو انتفاضة الحرمية والتاريخ سماها انتفاضة الخبز وبسببها اضطر يرجع في قرارات وجي مبارك وكمل على نفس المنهج ورغم انه كان دايما بيقول ان فاتورة الدعم عاملة مشاكل في موازنة الدولة بس سعر العيش فضل ثابت في عهده من اخر مرة ترفع فيها سنة 88 وانا فاكر اليوم ده كويس لغاية ما سقط مبارك في 2011 السيسي بقى من ساعة ما وصل للسلطة في 2014 رسميا ما بطلش كلام عن ان الدعم بقى كتير على البلد وبالذات دعم العيش مع ان هو نفسه قال من سبع سنين ان رغيف العيش لن يمس وكالعادة كلمة لن يمس دي كانت كتبة لان اللي حصل بعدها بتلت سنين ان الرغيف اتقلل وزنه في 2020 من 130 جرام لتسعين جرام وده كان نوع من انواع تقليل الدعم بتاع العيش بعدها بسنة رجع السيسي لقاح كلام تاني عن دعم العيش وقال انه ماينفعش عشرين رغيف يكونوا بتمن سجارة الحاجة التانية وانا بقولها على الملأ كده جه الوقت ان الرغيف اللي عيش بخمسة ساعة ده يزيد تمن حد يقول لي ده كلام خليها للحكومة خليها ايه؟ خلي الدكتور المصطفى اللي يشيلها خليه زيت مين هو اللي يشيلها لا انا اشيلها انا اللي شيلها قدام بلدي وقدام ناسي مش ماهم هقول عدي عشرين رغيف بتمان سجارة وفضلت الامور ماشية بطريقة تلقيح الكلام والتهديد برفع دعم العيش او اللعب في عدد الرغيفة المسموح بيباعها لكل مواطن يوميا لغاية ما فجأة يوم لاربعة اللي فات السيسي راح رزعنا صبة جديدة طلعت منا فخنا ورفع سعر الرغيف تلتمية المية يعني الرغيفة بو خمس قروش هيبقى بعشرين قرش وخد بالك من نقطة مهم ويأني زي ما قلنا الرفعة دي جت بعد كلمة السيسي من كام يوم اللي برضو تكلم فيها عن مشكلة المية والامح وقال فيها انه مش قادر يزرع امح زيادة بسبب نقص المية وان المية فيها ازمة وازمتها تزيد وان الافضل هو زراعة محاصيل تانية بتاخد مية اقل وما فيش مشكلة ان احنا نستورد امح زياد وقال كمان ان الحكومة بتخلط الامح بالدرة عشان تعوض نقص الامح نتيجة الاستيراد واتوقف قدام التجربة اللي انت قلتها فيما يخص الامح اللي مخلوق بالدرة لما حد يتكلم في الموضوع دي ولك درة ايه يعني احنا بنقولش ما يغارش كتير في الموظفات طعم وشكل بنقول حاجة معقولة كده بنقول حاجة معقولة في الامح ازا كنت انا فاهم ازا كنت انا فاهم اه يعني ما بيغيرش اللي في طعم ولا في شكله ولكن في النهاية انت بتتكلم في عشرين في المية يعني رغيف العيش اللي سعره الضاعف تلتمية في المية ده عشرين في المية منه درة مش امح والسبب زي ما سيسي نفسه قال في كلمته في جنوب الوادي هو نقص المية والمية مشكلة النظام هو اللي عملها لما تنزل لأسيوبيا في اتفاقية المبادئ سنة 2015 هتقول لي ايه علاقة أسيوبيا برافع سعر العيش هقول لك حلوة اوي السؤال الاجابة باختصار هي ان النظام رفع سعر الغغيف تلت اضعاف عشان يوفر فلوسه من الموازنة عشان تروح لسداد قصاته وفوايد الديون اللي هي في موازنة السنة المالية اللي احنا فيها دي حوالي تريليون ومئتين مليار جنيه زي بالظبط ما هو بيقلل زراعة الامح والمحاصيل المهمة عشان يوفر مية العامل المشترك هو ان ازمة المية وازمة سعر الغيف النظام هو اللي عملهم واحنا بنحاسب على كل المشاريع وفي حالة العيش الحجة المعلنة هي ان الدعم كتير والنظام هنا بيلعب لها بغبية الحقيقة لان في كل العالم نص المحترم عشان تقلل الدعم او تلغي لازم ده يعني يتزامن مع زيادة في المرتبات عشان المواطن يلاقي تمن السلعة اللي من غير دعم لكن اللي بيعمله النظام هو ان المرتبات قليلة والدعم بتشال ده حتى صندوق النقد اللي النظام بيطبق الشروط بتاعته اللي فرضها على مصر في اتفاق القرد بتاع الفين اتين وعشرين واللي قيمته اضاعفة الكم شهر اللي فاته بيقول ان تقليل الدعم المباشر ده لازم يحل محله دعم نقدي يروح للفقات المستحقة عشان كده هتتفاجئ ان النظام بيعمل فينا اسوأ حتى من اللي صندوق النقد طلبه لان النظام وهو بيطلع قرار رفع سعر رغيف العيش طلع معاه قيمة بالفقات اللي ممنوع عليها تاخد العيش بسعره الجديد عشرين قرش وهتشتري بجنيه وربع اللي هي المفروض تكلفة انتاجه وده كان تاني خزوق بعد خزوق رفع سعر رغيف لان القيمة دي طلعت بدون اي زيادة في المرتبات وفيها فقات هتتظلم لانها تحرم من العيش المدعم ومش هتاخد دعم نقد يعني مثلا اول فئة من اللي مطروضين من جنة رغيف العيش بوعشرين قرش ده هما اللي مرتباتهم اكتر من تسعة تلاف وستمائة جنيه شهرية يعني لو مرتبك تسعة تلاف ستمائة وخمسين جنيه مش من حقك تاخد الرغيف بوعشرين قرش طبعا اي حد في مصر عارف ان المبلغ ده ولا حاجة ولو انت عازب هيعيشك بالعافية خصوصا بعد رفع الاسعار وزيادة الاجارات والكلام ده لكن المبلغ ده تقريبا يساوي ميتين دولار او اكتر بحاجة بسيطة وخط الفقر العالمي حوالي اتنين دولار وربع في اليوم للفرد الخط ده معناه ان اللي داخله اقل من الرقم ده في اليوم يبقى في فقر مدقع يعني محتاج كل انواع الدعم الممكنة بالتالي لو افترضنا يعني اسرة من راجل ومراته وابن واحد بس كلهم على خط الفقر ده معناه بحسبة بسيطة ان داخل الاسرة دي تقريبا هو مرتبت فيه نوعين تانين من الفئات المحرومة من رغي في العيشة ابو عشرين ارش وهم اصحاب السيارات الفارهة واصحاب السيارات الموديل من 2018 لغادي الوقت وقايمة الممنوعات دي محددتش يعني ايه سيارات فارهة يعني ايه ما قيس طب افرض الواحد وارث سيارة فارهة من ابوه بس هو مش لاقي يأكل او عمل جمعية وداين عشان يجيب عربية موديل 2018 او بعد كده عشان يشغلها اوبر مثلا وبيكمل عشان نوم هو بعياله على اي اساس يبقى فيه تعميم ان كل اللي عنده عربية بالوصف ده يتحرم من العيشة ابو عشرين ارش بعد كده عندك فئة تانية وهي اللي بيدفعوا مصاريف مدارس لعيالهم عشرين الف جنيه وده برضه كلام بلح لان كلنا نفسنا عيالنا يتعلموا احسن تعليم حتى لو هنحرم نفسنا افرض بقى الواحد استلف وباع هدومه ودخل عياله مدرسة بعشرين الف جنيه اللي هما اصلا مش فلوس في مصر ويادو بيدخلوا العيال مدرسة خاصة نص كمه اساسا ليه بقى لازم يتحرم من الرغيف المدع بس رغم كل ده اغرب فئة في القايمة دي هما اللي فاتورة الكهرباء بتاعتهم 800 جنيه واكتر بصرف النظر عن ان فواتير الكهرباء نار من زمان واي اسرة من 3 او 4 افراد غالبا بيدفعوا المبلغ ده ويمكن اكتر خصوصا بعد رفع سعر الكهرباء بنسبة 26% اول السنة دي اللي انا اسمح لقولك تاني خزوق من خوازيق رفع سعر العيش وهو ان النظام بيفكر يرفع سعر الكهرباء تاني اول يوليو الجاي يعني بعد الشهر من تطبيق سعر الرغيف الجديد بالتالي فيه الاف الاسر هتتحرم من العيش المدعم لان اكيد فطورتها تزيد قيمة الممنوعين من جنة العيشة بوريال فيها انواع من الناس تستغرب ازاي اصلا النظام سايبهم يستفيدوا من الدعم لغادي الوقت خصوصا من الاسباب اللي النظام بيقول من زمان ان بسببها عاوز يقلل او يرفع الدعم هو ان الاغنية بيستفيدوا منه زي الفقر من الناس دي اللي ضرائبهم 100 الف جنيه واكتر واللي عندهم اراضي زراعية اكتر من 10 فتدين واللي عندهم شركات ايمتها 10 مليون جنيه فما فوق اللي هو اصلا يعني ليه سايبين الناس دي تستفيد من الدعم كل السنين دي كان المفروض ان البداية تكون بتنظيم الدعم واصدار قوانين تمنع الفقات دي من مشاركة المستحقين للدعم بس ده ما تعملش طول العشر سنين اللي فاتت وغالبا ما تعملش عشان النظام يستغلهم حجة يقلل بها الدعم اللي رايح لفقات تانية مستحقة الدعم ده المشكلة ان النظام مصدق نفسه وبيعتبر ان القرارات العبثية دي ضبط للأوضاع يعني وزير التموين مثلا طلع بعد قرار رفع سعر الغيف وقال مفيش حاجة بخمس قرش دلوقتي وده كلام جميل بس برضو مفيش مواطن في دولة نص محترمة متساب ياخد مرتب يعادل 9600 جنيه او اكتر حاجة بسيطة يعني اللي هما 200 دولار وشوية اللي هما خط الفقر لأسرة من 3 افراد ومفيش دولة ربع محترمة عارفة ان عندها ازمة هتخليها تقلل دعم العيش بتاع الفقر عشان توفر 130 مليار جنيه في السنة بتعمل برج ايقوني ملوش لازمة في العاصمة الادرية اللي ملهاش لازمة برضو تكلفته اللي هو البرج 3 مليار دولار بالتالي لما تضرب 3 مليار دولار في سعره حاليا بالجنيه هتلاقي ان تكلفة البرج الايقوني ده ممكن توفر عيش ل77 مليون شخص في مصر لمدة سنة كاملة ومفيش دولة فيها ازمة العيش والامح اللي عندنا واللي عاوزة توفر منها 130 مليار جنيه تروح عاملة المرحلة التانية من العاصمة الادرية اللي تكلفتها 300 مليار جنيه ومفيش دولة عندها الازمة دي تصر انها تعمل المونوريل اللي تكلفة الكيلومتر الواحد منه حوالي مليار و400 مليون جنيه وده مبلغ يوفر عيش بالسعر القديم لأكتر من 770 الف مصري لمدة سنة كاملة ومفيش دولة محترمة عارفة من بدري ان عندها ازمة في الامر والعيش تلبس نفسها في الديون متلتلة فوائدها وقصادها السنة دي بس 3 تريليون و400 مليار جنيه يعني تقريبا 18 ضاعف تكلفة دعم العيش وبعد كده لما تحب توفر توفر من عيش الغلابة اللي احيانا بيأكلوه حياف قرفيا وهفكرك تاني ان الكلام ده كله رغم ان النظام من اول السيسي ومدبولي بيشتغلونا بارقام مش حقيقية عن دعم العيش في الموازنة اصلا لان السيسي زي ما سمعنا من شوية بيقول ان تكلفة دعم الخبز حوالي 130 مليار جنيه ومدبولي بيقول انها 120 مليار في حين ندي تكلفة دعم المواد التموينية كلها لكن دعم العيش 98 مليار جنيه بس اول عن اخر المبلغ ده هو حوالي 5% بس من حجم الضرائب اللي الدولة بتحصلها مننا في السنة والضرائب حسب حسابات الحكومة هتزيد السنة جاية بنسبة 32% يعني كل فلوس دعم العيش دي ولا حاجة حرفيا ومال بتود فلوس الدرايب دي على ايه وهنا السؤال المهم طالما مبلغ دعم العيش ولا حاجة في موازنة الدولة ليه السيسي حطه في دماغه وعاوز يسحبه ببساطة لان السيسي ضد ان المواطن يعيش مستقرة اصلا كلام ده مش بنفتري عليه يعني ده كل حاجة في الواقع بتقول كده نظام برصص للمواطن في كل حاجة وبالمناسبة هو ما خباش ده من اول لحظة ولو تفتكر يعني كان فيه تسريب من اكتر من 10 سنين كان السيسي فيه وسط قيادات الجيش بيقول ان لو بييده هيخلي اللي بيستقبل اتصال تليفون يدفع زيه زيه زي اللي بتصري كان حكموني يا علا لو حكموني هخلي اللي بيشكلم في تليفون يدفع واللي بيسمعه يدفع في مصر يعني هو من اول لحظة مش متخيل ان البلد ممكن تقوم الا من خلال حلب المواطن لكن هو النظام الحكومة من حقهم يصرفوا كل المليارات اللي احنا سمعناها من شوية دي ويستلفوا عليها كمان مليارات الدولارات في مشروعات ملهاش اي مردود مفيد للبلد يصرفوا عادي خالص مش مشكلة وما حد بيش يحسبوا ده باختصار تفسير كل اللي بيحصل من زيادات وقرارات ملهاش اي مبرر وليها مليون سكة تتدبر منها لكن النظام ما بيحبش يدبرها غير من حلب المواطن وتفسير كل اللي حصل طول العشر سنين اللي فاتوا وتفسير كل الزيادات الجاية لان النظام بالعقلية دي مش هيسيبنا في حل وزي ما شفنا من شوية النظام بيفكر يرفع اسعار الكهرباء هي كمان بعد شهر من دلوقتي عشان كده الزيادات والحلب مش هيتوقفوا غير لو حد مخلص للنظام نصحوا يخيفة عن الناس شوية لان الازمة مش في الفلوس اللي بتروح لدعم الغلابة لا المشكلة في الفلوس اللي بتروح في حاجات من غير عائد او بعائد بس بعيد هل حد يقدر ينصح السيسي النصيحة دي اشتركوا في القناة